اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل وعلى صاحبه أجمعين فيديو جديد من شركة بوابة نون حي إنه ده شارع سلمان الفارسي وعروض يوم الأربعاء على الملابس زي ما احنا شايفين شايفين البجامة دي تحفة هي أصلا شكلها كده بيتكلم عن نفسها مش محتاج إن أنا أقول تحفة وخطيرة والكلام ده كله البجامة اللي احنا شايفينها دي مش هقول لك على سعرها هتفرجوا كمان شوية وبعدين هنقول على الأسعار الأسعار مفاجأة بكرة والحاجات حلوة قوي قوي وفي بناتي وفي حريمي ما فيش ولادي في رجالي اللي نزل النهار ده وصورته في آخر البس نزلت لكم تاني في الفيديو ده بس يعني مش بالتفاصيل زي ما صورته في البس عمتا خليكم في الفيديو وإحنا هنشوف اللي موجود إن شاء الله معنا بكرة أو قيد جديد عندهم والأسعار حكاية الأسعار بجد هتعجبكم جدا برضو بجامة بناتي بصراحة البناتي يفوز هناك ولنصيب كبير في عروض يوم الأربعاء والنساء برضو في مفاجأة حلوة استنوا ده طاقم خروج بناتي من طلق قطع طاقم طلق قطع زي ما احنا شايفين كده طبعا أنا مش عارفة أصور ودي الحاجة حقها لأن أنا بصور عينات يعني مش محطوطة على استندات ولا أي حاجة خالص الموضوع ده كان مدايقني قوي النهار ده وأنا بصور نفسي أوريكم الحاجة وجمالها وتشوفوها زي ما أنا شايفاها بس إن شاء الله تروحوا وتشتروا وتشوفوا الحاجة على الطبيعة بس احذروني لو الحاجة مش واضحة لأن أنا بصور عينات مش بصور حاجة على استندات فهتفرق قوي معايا يعني ده كده قميس بناتي بيتي يعني أو عبايا بيتي حلوة قوي قوي مقاس هيلبس قوله 8 سنوات فيه منها قطع على فكرة اللي بتشوفوه ده فيه منه قطع كتير يعني مش قطع أو اتنين اللي انت هتشوفوهن بس في الفيديو لا فيه على ضمانتي أنا شفتهم وشفت إن الحاجة متقررة وفيه منها أكتر من قطع فيه منها إن شاء الله كتير بإذن الله برضو بدي بجامع بناتي بس هي مش 12 سنة جماعة هي مكتوب عليها رقم 12 بس هي ما تلبس 12 سنة ولا أي حاجة خالص أنا بقول من خمس لست سنوات من خمس لست سنوات مش 12 سنة ولا حاجة برضو تشوفي كده الحاجة يعني نظريا يعني لأنه ممكن يبقى مكتوب عليها السن بس هي ما تلبس وممكن تبقى مكتوب عليها السن والسنة أكبر فاهماني أنت يشوفيها كده نظريا يعني تيجي على قد بنتك أو تيجي على قد ابنك وكده البجامع بقى الحريم دي خطيرة خطيرة شايفين الخامة شايفين الخامة أنا لسه ما قلتش على الأسعار الأسعار بقرة أسعار عروض يوم الأربعاء على 11 ونص متخيلين البجامل قدامكم دي على 11 ونص متخيلين الفستان التحفة والله تحفة على 11 ونص خامته حلوة جدا بحاول لن أنا كل شوية أن أنا خليكم تشوفوا الخامة بتاعته الخامة حلوة قوي في منه اللون أحمر طيب مقاسه قد إيه هوريكم مقاسه دلوقتي الحزام بتاعه خطير وكبير الحزام ده أنا اللي مركباه وحطينه كده على المانيكان علشان تعرفوا تشوفوه اللي أنا أنا حشت الحزام عشان تقدروا تشوفي مقاسه قد إيه أنا بقول مقاسه لارج هو مش مكتوب عليه مقاس أو ممكن يبقى مكتوب عليه مش عارف فكان مكتوب عليه يا ربي بس أنا بقول مقاسه لارج أنا بالخبرة أن اللي واحد بيشتريه كده وعارف أنه هو مقاسه لارج تمام كده في منه أحمر الأحمر برضو حلو قوي قوي الكاميرا مش بتدي للأحمر حقه لحظتها في أكتر من من حاجة صورتها لونها أحمر مش بتدي اللون الأحمر حقه ده الحزام لسه مركبتهش على الفستان تقريبا أنا محطتش الفستان ده على المانيكان انا حطيت بس القحلي لأنه بياخد مني وقته كده وانا حابة أنه نصور لكم بسرعة ونزل لكم الفيديو حطته بس في الشماعة او حطته بس في الشماعة حتى الحزام كان بينزل مني وكده. برضو مقاسه خامت الفستان حلوة اوي اوي يعني المقاس ده تروح تروح وتاخده ما تفوتوش طبعا. في منه يا جماعة قطع تانية. في منه تاني. ما حدش يقول للفستان ده يعني ان هما بس اللي انت مسوره لأ فيه. انا عارفة انه هو فيه. برضو الفستان ده خطير 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 خامته حلوة اوي اوي. هو كده على بعضه لونه ال 11 ونص. افتكروا عروض يوم الاربعة على 11 ونص. خليكوا فاكري. على 11 ونص عروض يوم الاربعة. روحوا بدري. نصيحة. روحوا بدري. تمانية يكونوا موجودين هناك. تسعة عشرة كده. مهما كان دي عروض ما هياش بنفس كمية البضاعة اللي بتبقى مليا المكان. يعني مهما كان هي قد ايه هي عروض هتشتال. بجامة برضو بناتي. البناتي هناك ما شاء الله ليه حظ في في عروض يوم الاربعة حاجات حلوة وخطيرة خطيرة بصراحة. بجامة على 11 ونص. انتم تخيلين بجامة دي على 11 ونص. تحفة. برضو ده ترينج تقريبا. دي مش بجامة ده ترينج. احنا بنقول عليه ترينج يعني ده خروج ده خروج على 11 ونص. ده حلوة قوي الكاميرا مش مدي له حقه. حلوة قوي قوي يعني خمته. بحاول انا جيب لكم تفاصيله مش عارفة صوره زي ما قلت لكم عشان بصور عينات بكده. بس هو حلو جميل على 11 ونص. بنوتاتي. بنوتاتي على 11 ونص يا جمال وشايفين شميل بجامة عاملة ازاي? انا ببقى معجبة بالخامة. ببقى معجبة بالخامة قوي. ده لون تاني على فكرة فيه اسود وفيه رمادي. ده الاسود اللي انا صورته في الاول. ودي التانية دي رمادي. فستان. على 11 ونص. فستان على 11 ونص. يلبس آآ تمان سنين تسع سنين كده. تمانية تسع سنوات آآ آآ اه صح كده? برضو بجامة حلوة قوي قوي. على 11 ونص. كل اسعار بقرة على 11 ونص بازن الله. استنوا ولسه شوفوا الرجالي اللي هو نزل النهاردة للناس اللي ما شافتش البس او للناس اللي شافت البس بس ما شافتوش للاخر آآ نزلوا الرجالي آآ خطير. بصراحة اللي عايز لبس رجالي روح يجيب آآ وفيه كمية فيه كمية كتيرة بس برضو والله الحاجة بتتفع ده رغم ان بيقى فيه كمية كتيرة آآ الرجالي حلوة قوي قوي. على 11 ونص آآ مقارنة بسعره هتشوفو دلوقتي معايا. آآ من الجنسات اللي نزلت جنسات آآ بناتي برضو حلوة قوي. شايفين بقى الجمال? شايفين الشياكة والجمال على 11 ونص. بالقبعة كمان خطير على 11 ونص. خطير لانه حلو وسعره. يعني سعره مقارنة طب بالحاجة اللي انت شايفها دي آآ هو اللي مخليه خطير. آآ هو موجود في كل حتة. بس الحاجة بتبقى مميزة لما بتلاقي حاجة حلو وسعرها حلو. انا بجيبه لك كده من الخلف عشان تشوفين. برضو ده حلو متبطن من جوة طبطينة خفيفة من جوة من برة ايه? بانوتاتي ده آآ يعني تقريبا برضو اربع سنين كده. آآ في بجين بقى آآ او رنجات آآ نسائي آآ اللي احنا شايفينها دي. في منها الوان كتيرة تشوفها دلوقتي. دي نسائي على فكرة مش رجالي دي نسائي. في منها لون ابيض. وفي منها لون اصفر. وفي اللون ده. الابيض برضو خطير. دي بيجامة كاملة يا جماعة على احداشر ونص. البيجامة كاملة على احداشر ونص. في الابيض حلوة قوي عجبني بصراحة. وفي اللون ده. آآ آآ في آآ الطقمة ده كده طلق قطع. الطقمة كده طلق قطع. هنشوفه دلوقتي مع بعض. والاميس والبلوفر بتاع. هما اصلا انا انطلعهم من كيسهم. الحاجات دي كلها كانت الاكياس بتاعتها ومقفولين. كل كيس مقفول. وانا اللي بفتحه يعني بنفسي. آآ كانوا في الكيس التلاتة مع بعض طقمه واحد. يعني حاولت ان انا حطهم لك تنسيكة تاني. آآ. البنطلون والاميس والبلوفر. آآ جاكت ده فيه جزء من نصوف زي ما احنا شايفين الرقبة والايدين صوف. آآ وبقيت الجاكت آآ خامة تانية مش عارفة اقول خامة مش عارفة اقول ايه بالزبط. شموة يمكن والله ما نعرف. آآ على احتاشر ونص. برضو بناتي بناتي يربس بقى معاك اتناشر سنة يعني. في برضو آآ في حاجات زي كده وفي بورنوس آآ بناتي برانس بناتي اللي هو آآ يعني اللي هو بتاع الاستحمام. آآ برضو موجود. آآ زي كده. ده جاكت برضو بناتي مع البروش بتاعه. وعندنا هنا برضو دي بجامة حلوة او بخامتها حلوة. مقس كبيرة على فكرة مس صغيرة. مقس اطفال يعني مش حريمي لا. مقس اطفال اتناشر سنة يعني كده ولا حاجة. او اكتر او تلتاشر سنة. آآ عندنا برضو آآ من الحاجات اللي ما تتسبش بصراحة. بقولك الاحمر بيتظلم في التصوير الخامة تحفة تحفة. بناتي انا مش عارفة بناتي ولا ولا دي بصراحة. بصراحة يعني مش عارفة. بس انا شايفها ولا دي اكتر. عشان انا بجيب منها لمحمد ابني زي كده. بس حلوة اوي 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 اوي. الخامة حلوة ما زي ده ما يتسبش يا جماعة الهداشر ونص في ايه? وبرضو ده. برضو ده خامتها حلوة اوي اوي اوي. ده من حاجات اللي هي زي الحاجات الماركات والله احلى. مش كل الماركات اصلا بتبقى حلوة. انا عارفة انا مسألة اللي مسكتو ومش ببالغ في انا بقول عنه ان هو حلوة اوي اوي. اه برضو اه بناتي ده بناتي. هو تقريبا الاحمر بناتي عشان كل اللي عندنا هنا بناتي ما عندناش ولادي اصلا. دي بجامعة برضو بناتي اه ده البنطلون. ومعها الجاكت بتاع. اه دي بجامعة برضو حلوة اوي اوي مخمل ومخمل تقيل مش خفيف. البنطلون والا عندنا الجاكت اه الجاكت من غير اكمام. قط كده من غير اكمام. بس خميتها حلوة اوي. يعني تلبس برضو اتناشر سنة. من غير اكمام يا جماعة دي على فكرة. يعني هي عايزة بضي ابيض طويل تشرت ابيض طويل اه باكمام يعني عايزة اقول باكمام وكنت ايه? ابيض احمر كده. آآ بدل بناتي آآ في لونين. في اللون ده. وفي لونتين. دي بدلة كده بناتي. في منها لونتيني او في لون ده. خميتها حلوة على فكرة. في بيجامة. البيجامة دي تقيلة اوي. مش من البيجامة اللي هي بيبقى فيها بخامة اللي هي بتزيق دي مش حلوة على فكرة. دي حلوة اوي. نعمة نعمة وتقيلة. نفس البيجامة اللي هي الجيشي كده اللي عدت في الاوي. ده جاكت. آآ جاكت نسائي. بحاول برضو انا كيبلكو تفاصيل وكان نفس ان هو يطلع احسن من كده. بس آآ معلاش. بس ان التصوير مش مساعدني. آآ في برضو ده حلوة قوي. تقيل. صوف طبعا. انا بحب الصوف. بحب الصوف لانه من الاخر يعني بيدفي. هي قطع واحدة وانسي تلبسيها كده فوق الحاجة وانسي. شوفته انا كنت حطات آآ فوق البيجامة. فوق البيجامة اللي شوفناها في الاول. دي برضو بيجامة على فكرة. البنطلون والتيشيرت الاتنين مع بعض. الرجالي بقى. الرجالي انا نزلته النهاردة. رجالي ده متبطل من جوة تبطينة حلوة كده. لا هي تقيلة ولا هي اللي خفيفة. روع يا جماعة والله على احداشر ونص. آآ يعني انا انصح به اللي عايز اجيب له جزهة او لو حد يعني بيشاهد وعايزين قسم الرجالي نزل في قسم الرجالي حاجات جديدة لسه نزلة. تحفة. تحفة صدقوني على احداشر ونص. خامتها حلوة قوي. والبقاسات متوفرة عندك من آآ في من لارج وفي ميديم آآ وفي اكس لارج وفي اتنين اكس. هتلاقي يعني مقاسات متوفرة في في الرجالي. حلو قوي رصاصي ده. فيه كمان تشيرتات آآ شتوي اللي هي بقى اكمام دي حلوة. متبطانة برضو من جوة طبطانة خفيفة. وفيه صيفة لسه نازل. آآ دي من القطع اللي عجبتني قوي قوي ولادي. تقيل تقيل تشيرت ده وجميل قوي قوي. وكمان لونه حلوة. آآ فيه صيفة لسه نازل. لسه نازل في الرجالي اصلا فيه حاجات حلوة نزلت في قسم الرجالي. جميل على احداشر ونص على فكرة مش خفيف خمته حلوة كده. خمته تقيلة شوية. على احداشر ونص. فيه الوان كتير متوفرة كتير قصلا التشيرتات دي لسه نازلت ولسه كتير يعني. بس برضو انصح اللي عايز يروح يشتري يروح يشتري عشان الحاجة بتتنقى. بس. وده اللي انا عايز اقوله. ده استندي تاني على فكرة. ده استندي تاني غير اللي انا صورت فيه. يعني عايز اقولكم ان البضعة كتير ومتوفرة. آآ فيه دي دي برضو رجالي شبابي كده يعني. دي بالبنطلون بتاعها خمتها حلوة. الرياضية تقريبا دي. فيه برضو دي. بس مش عارفة ليه التشيرت واسع اوي كده مش عارفة بصراحة. بس هي حلوة خمتها حلوة اوي. واللون كمان حلو. تشيرتات متوفرة جماعة هي التشيرتات اللي ايه بنص. لسه نزلة اللي ايه بنص. آآ الفوض المناشف آآ قت صورتها في البس. آآ وقلت برضو ان انا جبها لكم تاني. ادي الوانها. هنشوف دلوقتي مقاسها برضو مقاسها حلوة اوي على فكرة ما توقعتش ان مقاسها كبير كده. على احداشر ونص. الوان كتير هتلاقي الوان كتير. شايف الالوان كتير متوفرة. على احداشر ونص. شايفين الفوطة قد ايه? او المنشفة قد ايه? طويلة طويلة. على احداشر ونص. اشوفكم في فيديو جديد بازن الله.